السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مدرب حسامي وصن مجموعة الواطنة الدولية. دعوة من المحاسوب المادة دارة قواعد البيانات المحاضرة رقم 8. طبعا في درس اليوم. ينتهى اول شيء الPHPMyAdmin. منبلش. نعمل اعادة عن الامور اللي اخدناها. كل شيء منبلش به. هل يوجد شيء يعني. هل في شيء ما نكون فهمانين وانتو باللوحة حتى الان. شيء باللوحة. بالاكواد. اي شيء. اي شيء بتكون اعادة عليه. بعيده تمام. في شيء اي سؤال عنكم او اي افسار. بالنسبة لللوحة. بالنسبة للأكواد. لا اي شيء. اي عنده يسألني. استرد ما قلت. استرد ما قلت. هم. طبعا. بس بعد ما نعمل التابل انه الاخر مثلا. وانشأه. اتنا نجي نعدل عليه. ااا بدون الكود. بالالتر والدروب وهدو. ااا احيانا يعني هم ضيع باللوحة فما بعرف فوين ما يكون. اا بدين تقلي باللوحة عندي. مثلا ازا بدي عدل. اي عبداللوحة اي. اي مسلا هلا عنا هادي الفيسبوك. فام من وين? مسلا نتقع قاعة بيانات فيسبوك. تمام? هاي قاعة البيانات فيسبوك. شوف عنا فيها دول الجداول. في عنا جدول المناشير وجدول المستخدمين مظلوظ. مسلا بنفتح اللي نحنا جدول المستخدمين. ما لا يعنا نحنا البيانات هدول. دكت تعدلي على البنية الهيكلية الخاصة بالجدول هاد. تروح على شيء اسمه structure. structure. structure تعني البنية. تمام? نضغط عليها. منلاقي هون الاعميدة الموجودة عندك اللي اذا. تعملي. مسلا بدك تعدلي على الايميل. تضغط على change. تمام? يرجع لورا. مرة تعني برجع بالشرح. structure. مسلا عند الايميل. نروح لعند change. في هون زر change. جنب القلم. نضغط عليه. من هون بتعدي على الجدول. شو ما بدك. مسلا تغيري نوعه. تغيري. تغيري. خوله. تغيري مية وخمسين بدل مية. نعمل save. لانه مش حال تغير. صار عنا الايميل هو عبار عن فارتشار مية وخمسين. وهذا الكود ذاتنا يعني انه تم استخدام الكود كذلك. ها فينك تعملي change وفينك تستخد مية modify. بيصير يعني. بس يفضل انه اه modify احسن. علينا ايجي الاكتر استخدام يعني. خلص modify يعني من الاخر. افضل شي للاستخدام. لحد عنده سؤال لسه. لانكم اسئلة يسألوه. كل اسئلة يكون اسألوه. طريقة اضافة ال md5 لكلمة المرور. تمام. ندخل على الجدول هاد مثلا. اليوزر. نحن ال md5 منعرفها شو. عبارة عن ثنين وثلاثين حارس. مضبوط. فعندك تعمل انت قاعدة البيانات او الجدول. يفضل انك تعمل تبع ال password ثنين وثلاثين حارس. يفضل لانه ما في داعي اكتر من ثلاثين. از حابب فينك تسويه ثلاثة وثلاثين فينك تسويه مية ما بيأسر. لانه اكتر من هيك تلاتة اكتر من ثلاثين وثلاثين ما رح ياخد هوه. فازا حابب له الحتيات تخد ثلاثة وثلاثين وثلاثين ما بيأسر. في النهاية هي ثلاثين وثلاثة وثلاثين. مهم. نيجي لعند ال insert. تمام? وعدك تضيف اسم جديد. استخدم جديد. مسلا ما نحب هون عبد الله. الباسورد. شو هو الباسورد مسلا? نحط واحد تلاثة اربعة خمسة. تمام? نحطه مسلا ما هو الباسورد هون. الايميل مسلا test at gmail dot com. رقم الهاتف. حطينا رقم الهاتف. هلو تتجينا عند الباسورد قبل ما تضغط go. في جنب هون عاليمين شيء اسمه function. تمام? في عنا دوال. نضغط على الفتحة هاي. ال select هذا. تبع الاختيار. ننزل لتحت مندور على شيء اسمه md5. ليك هاي. md5. مجرد ما تلاقي انت? خلاص. بس حطيتها هيك تمام جاهدة. وكلمة المرور لازم تكون موجودة هون. وبتعمل go. بس عملت go هلأ. سترولة عند ال browse. بتلاقي انه كلمة مرور صارت md5. هاي بالنسبة لا. نعمل من هون insert. ما بدي اضطر اكتبها من جديد. ما بدي اضطروا هذا الشكل لانه. ما بيبينه. وما انه مش كايزة استخدمت هدول على الزل. اللي تحت ال escape button. ما هي منصحكم انه من غداعي. حالية. هلأ ال user id رح يكون هذا عبارة عن auto increment فما غداعي. نضيف الاسم. الاسم رح يكون. مالك مثلا. فاطلة. باسورد بنحط هلا حاليا هيك تمام. نتركها هيك. ما بنا نحط فيها شي. نحط الايميل. حطهم test. at gmail.com. ونحط رقم الهاتف جنبها. تمام. هلأ عندما كان الباسورد بالعمود الثاني. نكتب md5. تمام. تحب بحروف كبيرة بحروف صغيري ما بياأر. md5 او md5. وبين قوسين. تمام بس اضع مd5 وبين قوسين. تحب فيه single code. وبتكتب كلمة منورهم اللي بدك ياها انتي. تمام. بس. تأخد عمنا البدلة هونية. مثل البدلة ال count. بدلة الاااا الاي Oh من مين ماكس هدول هنه هيك. تمام? نشغل كود. نمرو على براوس. نلاقي النوع الشفرة جاهز. تمام? اي سؤال? يمكن تسألوه قد ما مين عنده سؤال? فيه كمان على الان لما حط اكبر او يساوي ما بيشتغل بحط له انه في مشكلة. اكبر او يساوي? لما اشيه يساوي بيشتغل نظامي بس لما حط يساوي بطل يشتغل. طيب. سيليكت. اول بروم. يوزر. وير. يوزر اي دي. تساوي. بتا كانت اكبر ويساوي ما? هلا خلينا نعمل باليساوي. نعمل تشغيل ما عنا نحن لانه محذوف. فنستخدم رقم خمسة. شوف اجا الرقم خمسة مقبوط. تم. هلا نرو على الاسكيو ال. اكبر ويساوي الخمسة. تمام? ننسخ الكود. نجل لهم اللي اجابهم كيه اللي اعطي. ليش في عنده خطأ? تعرف ليش? لانك حاطط على ما اظن وهدا شيء بتوقع عامله. حاطط يساوي وجنبه اكبر. هالطريقة ازا حطيتها هيك اي ما راح يشتري. لازل تكون اكبر ويساوي. عبي طلع لك هاد اليرور المقبوط. هاد اليرور عم طلع لك? اه مظاهر عندي عالشاشة انت انضعيف يا الله. انا انت عندي ضعيف من انت. نعصي هون هنا. هو يكشير من الضعيف. اه هيك اليرور اللي جاي عندك? وصل هلا. لحد الان معلق عندي عالكود. اجت الشاشة مرة تانية هلا. ايه اجت الشاشة. تبا. هلا هادا هو اليرور طلع لك? ايه. تقريبا. ايه. السبب. السبب مثل ما عمل لك انت حاطت هون اكبر. عفوا يساوي اكبر. خمسة. او واحد او اثنين. تمام? لازم تحط. يشارك اكبر او اللي اصغر. بعدين يشارك اليساوي. روح تصوبة. روح. سامعين لي صوتي الشيء انتو? استواضح. ايه. استواضح. واستواضح. اخ عبدالله. مثل ما قدت لك. هي ذاتا وقت وقت من قول نحن اكبر ويساوي. شو من اول من اول كلمة اكبر بالبداية و بعدين من قول يساوي. فلازم تحط انت اشارة الاكبر او اللي اصغر. بعدين بتحط اشارة اليساوي. تمام هي هم هنا المشكلة لما حط تمام user ID اكبر ويساوي او يساوي او حتى هاي هو عم يصير معك خمسة name amine تمام يساوي خمسة and full name يساوي amine هلا and user ID اكبر ويساوي خمسة تمام هاي حطينا رح اقلبها لها هاي هلا رح شوف هدا هو اللي رح بيطلع لك ولا لا هيك كادبة انت مظبوط هي لازم تكون هيك اكبر ويساوي اكبر ويساوي نعمل go تلاقي الشخص ظالم اذا خرج تبعثي الكود اللي بتكتبونته وبيطلع فيه غلاط تكون احسن بجوز المشكلة هو ما عندك بالخطأ بالكود بجوز يكون عندك ناقص شيء ناقص بجوز عامل هيك اذا عامل هيك ما بيشتغل لازم لا تنسأل تمام بشيك عليه بيشوفي اذا ما استغل بغسل لك اياه ان شاء الله تمام فهاي يدقق عليها الاند ما بتضيف شرط جديد فورا هيك بتكون ضيفوا الشرط جديد بتكون ترجعوا تختاروا نفس اسم العمود حتى لو كان نفس اسم العمود يعني حتى لو بتكون تعملوا هون full name مرة ثانية لازم تحطوه يعني مو اذا حطيتوا اند وحطيتوا الشرط الثاني اللي بعدها انه اند اكبر من الويساوي الخمسة ما بيشتغل هيك بتكون جباري تذكروا جنبه اسم العمود هي كتير شفت عالم تخطئ فيها تصير معاهم هاي المشاكل فتمنى لا تنسوا لانه هاي اه كتير بتصير فيها اخطاء فيها يعني انا بتغلص فيها بتنساها حتى انا بنساها يعني الصراحة ما بلوم حدا على نسيانها يعني بكل واحد ما مركزها بشي مو مشكلة ان شاء الله هو دايما انت حط معاك شغلة اسمها هي عطيتكنها من قبل mysql cheat sheet رجاء كلها تقول انتو في البداية معلش نزلوا هاد الشيء cheat sheet نفتحوا مثلا هاي الاميج نفتحها شوفوا فيها كل شي هاي هاي للغش تمام هاي بالولا للغش بس ايه ما انا للغش اللو تغشوا فيها ما انا لا امتحان وهيك ما عليش حتى لو استخدمتوها بالامتحان ما هم عم بتلاقوا الحل انتو في البرمجة ما بيهمني ان كانت على متكن مية ولا الفين ما بتهم البهم شو انو عم بتلاقوا الحل للمشكلة اللي عميه هذا اللي بيهم في البرمجة ايه حتى لو هلا عطيتكن امتحان وروحتو حليتو من النيت كلهاتو ما عندي مشكلة المهم انتو باحثين بايدكن وما حاطين عسلات جي بيتي مباشرة انت باحثين بايدكن مدورين على الاكواد اللي بالنيت وما عليش وقت تتاخد موون بالاكواد المهم شو المهم تبحثو هاي اهم الشيء في البرمجة صراحة ما بيحللكم مشاكلكم بالبرمجة غير البحث كتير رح تطلع المشاكل كتير رح يوجعك مراتو فباي وقت بتصير معاكم مشكلة لا تنسوا انه جوجل موجود ولكن ابحثوا على الحل بايدكن ما تحطوا على جي بيتي مباشرة اذا عجزتوا واتموا مشكلة اذا عجزتوا عجزتوا يعني بس ما نو سبب لا تستخدموا جي بيتي فورا انا باستخدم جي بيتي بس بشو باستخدموا بانشاء صور ترتيب اختصار اكواد صراحة باستخدموا بدل ما اروح اكتب الكود ويطول ساعة معي اوصدق بعطيها للكود انا بقل له عمل لي اياها وجه بدل ما انا روح اعملها بايد ايدي اسا وزوي برو بعملها وزي اوقات بحب قلل الكود اللي هو متين سطرة بقل له عمل لي اياها قدر الان كان يكون قليل يسويه بين يسويه انا بس ليش لا بغير وقت فيه بسوي له الكود يعني اوقات بكون الشغل مضطر وحنستعجل تمام فهيك الامور يعني تستخدموا بس وقت الحاجة وقت اللي بتكونوا فهمانين كل شي ووقتها جاهزين وقتها مانا مشكلة فيكن تستخدموا فيكن تحبتكن يا علي وتشتغلوا كلوا هاي مسلا عن نيت هون بتلاقوا حلول هون مكتوب شو هي مسلا ما عرفانينا بتعملولها ترانسليت طبعا انا ما عندي ترانسليت عبي ترجيب للانجليزي من الانجليزي للانجليزي تمام لا تنسوك تدوروا عن نيت على وتخبوا عنكن بايوا اخذ وترجع بتذكروا اي اسئلة تانية في عنكن اسئلة انا من جهتي ما فيها اللي عنده سؤال يسألني تمام قد ما كان عنكن اسئلة اسألوا 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 كل اسئلة ما تخلوا شي في بازه انا ما عندي مشكلة انا فيني اضل عشرة ساعات بالدرس امين نبيا في عنكن سؤال لا استاذ واضح طبعا يعني حتى جربت املت بلا يعني بيدي ف يعني ما طلب معي اسئلة احيارا بحس انه كي شي انه مثلا ضيعوا يعني باللوحة باللوحة مثل شو يعني اي يعني مثلا ام 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 بخربت بين الدليت والدروب معا انه مثلا او يعني ام مثل اكسبورت ام يعني كان فيه مثلا شغلات ما اينا بضيع فيها بين اللوحة فبس ما بيأس اكسبورت تصدير بتخرج بيانات وامبورت بتدخل بيانات تمام وبالنسبة للسكيو الوقت اللي عم تضيع انتي بين اللي دروب وبين الدليت الدروب هاي للجداول ولا القواعد البيانات تمام دي بتحذي في سطر اسمها دليت حذف عادية هاي اللي على الكيبورد عمزك بس دروب لداتاباس لداتاباس صح نعم لكل الدروب للداتاباس للجداول ايه بس الدليت الدليت لشو للسفو للبيانات روز يعني تمام تحذف روز لانه هنين عبارة عن شو عن كولمد هدول كولم كولم يعني عمود كولم وهاد رو 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 وهذا رو ففي عنا نحن هون كم رو اربع روز وكم كولم ثلاثة ثلاثة كولم واربع روز بس فالطريقة يعني فهدول اللي حزفهم بده دليت حتى اذا خربطت لك يطلعي هون مكتوب دليت مصبوك ثم اذا رحتي على البنية تبعية الجدول شو بيكتب لك على اسم العمود دروب ما بيقلك في لي بيقول دروب اذا رحتي على قاعدة البيانات بالاوب دوريشنز بيقلك دروب كلمة دروب هاي اذا رحتي على الجدول كله دروب تمام من هون هي كيفينك تذكره حالك فالموضوعه ما بيسته في البداية هدا طبيعي من هون لحتى تشتغلي مشروع نظامي من شاء الله رح نسوي يعني انه اللي تشتغلوا مشروع نظامي في الزلاه وقتها ما عد بتضيعه صير عنكم يا هاي بسيطة صير صيروا بتعلموا اشخاص ثانين علي السلام تمام اي سؤال تمام تفسار تفسار سؤال اي شي بي عندي سأل سابع رامج الميكروسوفت فيها نفس النظام تبع ادارة قوعد البيانات نعم فيها نعم مثلا بنجي بنعملون نيو اكسل ازا شايف في فوق هون ايه كلمة هون تكتب بزبوط بس هون فيه اوامر ذاتك تجمع كاونت وايك كلاي مثل الكاونت وايك ففيناك تعمل عمليات فيناك تسوي دول امور كلاياتهم هاي متو قوعد بيانات حتى في بعض الاشخاص بيوصلوا بيوصلوا ملف اكسل عقاعد بيانات مشان ما بيستخدموا مثلا قاعد بيانات مثل مايكروسوفت مثل الماي اتسويل مثلا برنامجهم بيشتغل على الملف في الاكسل شفت كتير عالم هيك حتى اشتغلت من قبل انا فيهم يعني صراحة جبنا الملف في الاكسل وصرنا نطلع البيانات منه نعدل عليهم وبدون ما يدخلوا على الاكسل ويعدوا بيده يعني هلا شفت انا عامل كاتب هون اه كذا 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 صار يكتب انه اسم الموظف راتكو كذا ايه في عنده كتير وقال ما بده يغيره بده يضل يستخدم احيانا اكسل وبده يضل احيانا يستخدم برنامج فعملنا له برنامج ووصلنا له اياه على هاد الملف وصار يشتغل على الملف يعدل بالبرنامج يتغير على الملف ويعدل بي الملف يتغير على البرنامج صارت لوحد تحكم في البرنامج شوي شوي بعدين قال انه عجبوا البرنامج اكتر ووصلوا لي على قاعد بيانات وبدلوا لي هادو مع البندية وهي ثبت موضوع يعني ففينكم تستخدموك قاعد بيانات بس مانها اه كتير الصراحة يعني كويسة بهالموضوع هاد انه اصعب كتير من استخدام قواعد بيانات تلك اكواد هالهديك للمبرمجين اسهل انا بالنسبة لي اسهل لي هدول اكواد اسهل لي من اكواد آكسل ايش نتعودي عليهم اللواح اكسل ماكير بيستخدم الضوء ما شو لا لا ويمكن ما استخدمت غير مرتين مهما ما استخدمت مكتب آآ آآ محاسبه ومكاتب غائلة حتى استخدم اه قاعدت برامج محاسبة بيستخدم هون MySQL استخدم بيجمع ويطرح لحاله وكل شي عيد ويجمع لحاله وكله ويجمع محصيل نهائية وكلف ويذهب دا يضطر لوحد يفتح للاكسل يا rikt فهي. في حد عنده اي سؤال اسا? اذا بتذكروا اسئلة او اي شي هلا بعد. نبلش معلش كمان كنت سألوه. ايه ما سألوه سألوه. هلا نعمل آآ نحن بلش مرة تاني ولكن على السريع بكل شي اخدنا ان شاء الله. وهدول ما رح يكونوا اه الشرح مفصل متل الدروس السابقة. لا هدول رح يكونوا. نمشي عليهم نمشي ونكمل. بس اذا في اسئلة عنهم مو مشكلة. سألوه اثناء الشرح يعني. بس لا بأ. بس سعي اليوتي اف. فضل. اللي بالواجه اليوتي اف. اليوتي اف. نعم. اليوتي اف هي عبارة عن ترميز. تمام. ترميز الاتصال. في بعض اللغات البرمجة او بعض الاوقات نحن نكتب عربي في قاعدة البيانات. اه ما بيشتغل. صد لاني كلمات اه عربية. هلا هي طريقة الاتصال. ترميز الاتصال تبع على قاعدة البيانات. هلا محطوطة هي يوتي اف تماني جنرال سي اي. اذا عم تعملوا برنامج تركي. بتكون تستخدموا يوتي اف تمانية او بتستخدموا يوتي اف تمانية تركيش. تمام? في عن عدة انواع اخرى يعني ما انا مشكلة. مثلا بكون تستخدموها العامة هي الجنرال سي اي. ثم تكتبوا عربي بالهاي. في قاعدة البيانات لا تنسوا تحطوها يوتي اف تمانية. واذا استخدمتو بي البرمجة اه ماي اسكيو ايل. بجوز تجيكن اللغة العربية على اشكال اشارة استفهام كل اللي حروف. فشو بتسوو كمان من هناك بلغة البرمجة بتحطو انو الاتصال هو يوتي اف تمانية. بتعدلو بتسوو اتصال يوتي اف تمانية. بشكل بسيط هو عبارة عن كلمتين الكود بتحطو بيمشي حساس. تمام? فهي ترميز الاتصال. عشان طريقة الاخذ البيانات وسحبها وفهمها يعني. هلا محطوطة يوتي اف تمانية كدفاولد هي. بس بالجداول عبتطلع اه 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 عبتطلع لاتيني سويديش. سويدي اللاتيني واحد عبتطلع هي لازم نحطها الصراحة يوتي اف تمانية بس. حاليا ما عبتطش يعني حساس على اه اه احسابها. هاي داتا ديكشن روين. والله لكم كل شي عنا في جداول. وهاي عنا قديش جداول موجودة. بس في حدا يستعمدوا اسئلة. يبعض منها هدول انا ما اجيت عليهم مثل هاي اليوتيوب بثمانية. هلا ما اجيت عليها انا طبعا. سي راح يجيكون ان شاء الله عليها بلغة البرمجة. وقتا بنستخدمها بورجيكون شو بس تعمل. هي مهمة جدا يعني. انو ايا خطأ فيها بجيب الكلمات بشكل الله غير مفهوم. يبعشها كل استخدام. واذا كان في مشكلة مقدر نعدلها? نعم. تعدل كله بيتعدل. كله بيتعدل. طالما شفت عالم عاملة شغلة انت حابب تعمل مثله بصف في حلل. تسوى. واذا شفت شغلة ما حدا عامل مثله كمان تسوى. في البرمجة بيصير كل شي. فينك تسوي كل شي بالافكار. ايه احيانا بتجيز الشغلة اللي مستحيلة تاخد وقت كتير. بس بتصير بالنهاية. حتى لو مستحيلة. شو ما اجاء افكار في بالك راح يتطير الشغل. بتصير. هي تقول كلا البرمجة عندها هاي القابلية لانه هي مانا عبارة عن اه الشغلة ثابتة هي الشغلة بتشتغل بالمنطق فقط فقط لا غير بالمنطق. يعني طالما الشغلة اللي انت شايفها منطقية وبتصير. اذا هي شغلة بتصير بالبرمجة. متل دماغ الانسان هاي انت. تحسب هيك هيك عمل هيك هيك. بتعلمها انت وهي لحالة تشتغل على الطريق اللي مسار اللي حطيت لها. يعطي عن الزوار. هذا رح نبدش نحن. رح يدخل على طبعا انا حابب اشرح لكم الاكواد اللي نهمة شي. اول شي مرو على الجدول اللي عنا هو قاعدة البيانات اللي اسمها نورت ويند. اي احسن جدول هذي احسن من قاعدة البيانات من نسبة للتجريب يعني. ما حابب امر واحدة من جديد. مرو على برادكت. مبلش واحدة واحدة. اول شي مبلش في اسلكت. هي اول الامور اللي بنستخدمها الصراحة بتاع صونتو زاتا. اه تعلمناها. عشان نجيب البيانات كلها ياتا. فيه كنت تكتبوا بحروف صغيرة وفيه كنت تكتبوا بحروف كبيرة. اول شي مجيب الاعميدة كلها ياتا. من شغل الكود. في الطريقة احنا نجبنا جميع البيانات. تمام? نرم نروه على ال ماي اسكالي. نجيب عمود واحد. شو ما نسوي? نسوي مسلا product name. هاي بالنسبة اذا بنجيب عمود واحد. اللي هو product name. من جدول المنتجات. جبنا product name. اذا بنجيب اكتر من عمود. نكتب فاصلة. مثلا. فاصلة. اذا احنا بنفصل الاعمدة بفواصل. هالفاصلة بينك العمود والاخر. هالطريقة جبنا السعر والوحدة واسم المنتج. تمام? هاي بالنسبة لا ال select. هلا نحن عنا في select where. select اذا بنجيب نعمل فالترة للبيانات اللي عم تجي. مسلا بنجيب اه المنتج للرقمه خمسة او السعره ستة او السعره مية. بدنا نحط شرط. فاول شي بنحط هون select all from product. بنكتب نحن where product. اي دي يساوي واحد. حطينا ال where وهلا بنجيب البيانات على حسب الشرط الموجود هون. نعمل تشغيل الكود. نلاقي انه اجا المنتج رقم واحد. هلا بالنسبة لا المنتج رقم واحد. وبدنا نجيب فرضا نحن هلا. اه المنتج اللي ما نرقمه واحد. مثلا. اللي ما رقمه واحد. نجيب كل شي الا الرقم واحد. نعمل where product. اي دي لا تساوي. تمام? الواحد. بس باي الطريقة نعمل go. بالله انه اجا كل شي الا الرقم واحد. طبعا اللي لا تساوي بهاي الطريقة بتنكتب. ما بتحطوها هيك. ما تحطوها هيك لانه اه غلا يبتشتغل صراحة هيك. بس مع هيك يعني نفس الشي. تمام? فاوقات بتكون هيك هيك. بعض الاصدارات مو كلن ها. واوقات بتكون هيك. في عنا هيك. وفي عنا هيك. هلا اخر اصدار انا اشتغلت عليه موجودة هيك. بس هذا الاصدار مثلا اه في عندي اصدار اقدم من هيك. هاي ما نشغالة. ما بتشتغل فيه غير الهاي. اشارة اكبر وازار جنب بعض. يعني لا تساوي. وفي عنا كمان طريقة تانية. ما نحط رقم واحد هون. نحن. نحن. where is not. product id ساوي واحد. عفوا. where not product id ساوي واحد. نفيناها. نفينا نتخدم ال not كمان. تمام? شو في عنا كمان. في عنا. اذا نجيب المنتجات. اللي رقمها اكبر من. الخمسة عش. فاي طريقة اكبر. ويساوي خمسة عش. جاب كل شي فوق الخمسة عش. رقمه فوق الخمسة عش. اذا نجيب بين الخمسة عش وبين الثلاثين. من حط and. and product id. اظهر هون. ويساوي. يعني بيناتهم. نحط. الثلاثين. حطرناهم بين. الخمسة عش والثلاثين. سوفوا. وصل. ال id ثلاثين. ال id خمسة عش. هذا مثلا احنا عنا هون. ال and. في عنا كمان نحنا. ال or. اللي هي. اذا كان موجود هذا جيبه. اذا كان هذا موجود جيبه. فمضروا يتحققوا الشرطين فيه. شرط واحد بيجيب. والشرط الثاني اذا تحقق كمان بيجيب بالبيانات تبعيده. فمنقول. product id. يساوي خمسة. or. product id. يساوي عش. فهلا موجودين ال اثنين مضبوط. فمنعمل go. من لا انه اجاء. الخمسة واجاء العشرة بشكل صحيح. نرى الجدول مرة ثانية الى ال sql. اذا حطينا نحنا هون and. شوفوا شو بيصير. ما رح تشتغل. نعمل go. من لا انه ما اشتغلت. السبب هو انه. ما في اي دي هو. خمسة. وبنفس الوقت بيكون عشرة هو. يعني تخيلوا اي دي رقمه خمسة. بنفس الوقت اي دي ورقمه عشرة. هذا شيء مستحيل. مستحيل منطقيا. مستحيل برمجيا. مستحيل حتى الدماغ البشري ما بيقدر. هاي. انتو ازا شفتوا الرقم ثلاثة مكتوب عدفة. فيكن تقولوا ان هذا هو رقم ثلاثة. وبنفس الوقت هذا الرقم اربعة. اكيد لا. الا اذا صرت تقولوا اي هذا الرقم ثلاثة وقلبتوه. وصرت تقولوا هذا اربعة بالعربي. هاي وقت تحكي تانيا. البرمجة ما فيه. تمام? هاي وقت كنا صغار كنا نقلبها للثلاثة بالانجيزة. ونسويها اساس انه رقم اربعة والسلاثة. بالعربي. فما فيه كشي بالبرمجة. انه. اي. في عنا كمان وير. بتوي اه برودكت. اي دي. بتوين. عشرة. ان. عشرين. يعني. احنا بنقول هون بين العشرة والعشرين. او الثلاثين. اذا كان. المنتج. بين العشرة وبين الثلاثين من رقمه. نشغل الكود. من لا انه. بين العشرة وبين الثلاثين كلهم اجود. مع العشرة والثلاثين يعني. تمام? في عنا كمان. select. all from. product. where. product. اذا نعمل شغلة مثل البحث. ثم نكتب لنا. ثم نستخدم. مثل مذكر وانا لتلكم نستخدم بالبحث شغلة. تذكروا ولا لا. قلنا نستخدم like. كيف يعني نستخدم like. بالبحث. ما فم تستخدم. اغطنا. مواقع الانترنت. عندما بنعمل بحث. شو منسوي نحنا. نحط هون like. تمام. ففي حال. اه. الشخص كتب شغلة. تيجي. حتى لو كتب حرف منها. تمام. نجيبها. سأحلمكم كمان الشغلة. هلأ عم نقول نحنا إذا كان المنتج. اه. مشابه ل. الكلمة كذا. مثلا. نحط هون single codes. ومنكتب. ثنين من هدول. النسبة المقوية. النسبة المقوية يعني. اللي بعد هذا الحرف ما بهم. واللي قبله ما بهم. الحرف اللي بيناتهم هو. ما بهم. تمام. اللي بيناتهم هو. لازم يكون موجود. نحنا عم ندور على الشيء اسمه حرف. الناس رح بحث على. تمام. فهو ما بهم واي كار واي هاي. المهم انه بده كار. بده سيارة. رح يجيب كل شي فيه كلمة كار. حتى لو كان منتج فيه حرف. سيارة جنب بعض. رح يجيبه. اذا النسبة المقوية في البداية ما نموجودة. اذا لازم يبلش. هذا الشيء. هذا الكلمة. السطر. العمود. لازم يبلش بي. الكار. رجباري. اما كل شيء بعدها ما بهم. اما اذا شلتوه كمان لهاي. هون لازم تكون متطابقة تماما. لشيء اللي عبتشوفو قدامكم. مثلا حطينا هون. اتنين اندرسكور. مش خطين. يعني اول حرف لازم نتخطه ما بهم شو هو. والتاني حرف ما بهم شو هو. بس تالت حرف لازم يكون سي والرابع او والخامس ار. تمام. هاي كمان فيكن تستخدمه اما بتكون فيكن تستخدمه في نص الجملة. في نص كلها وين ما بتكون بيستخدم. فيكن عطوه في النهاية بالنص وين ما بتكون. هلا شو بنعمل بالبحث. نحن فيه شغلات نعملها بالبحث هي هي. بنعمل هون. بنسب مئوية. وبنعمل or. مثلا نبحث عن unit. كمان like. بنعمل بحث عن الوحدات. وبنفس الوقت عن منتجات. يعني ما قدروا يكون فقط عن منتج. جوز تعملوا بحث عن. اه شو اسموه. عن زبائن. مظبوط. فبجوز انتم عاملين بحث فوق. في لوحة تحكم عنكم. واوقات بتكون تبحثوا عن منتج. واوقات بجوز بتكون تبحثوا عن. اه شخص. عن حساب شخص. يعني ما ضرر يكون فيه بس. بحث عن. اه منتج. لا. فينكم تبحثوا عن اشخاص مثلا. فهون نحن عمل نحط نبحث عن. مثلا. او فينا نستخدم جدول اخر. لهالموضوع. في عنا جدول هو. اه. ايه نعم. ايه نعم. ايه نعم. فبجوز احيانا بدي ابحث عن. اسم دولة. بدلا ما ابحث عن. ان شاء الله التاني. فخلينا نعمل نحن هون. SQL. select. all. from. suppliers. where. supplier name. like. وهون منحط. هيك. تمام. ومنحط هون. or. contact. name. like. منحط كمان. اذا ما بدنا منحط. ما بيأثر. حط هنا كمان. address. like. كمان. نحط. ادماء. في ادماء. كمان. country. نبحث عن دولة احيانا كمان. نظر. نبحث بس عن. اسماء ومنتجات. or. city. like. كمان. هلا مثلا شوفون. رح اعمل للا. control c. رح اعمل go. شوفوا ما جاب لي ولا نتيجة هلا. مضبوط. ما جاب لي شيء اه مطابق للبحثته انا. ليش انا نجاب كل شيء. جاب الكل. بس انا بدي بحث هلا عن الدولة. تمام. بدي اكتب. هلا بالعادة نحنا. اه بالبرمجة. ما نحط له هاي بحيس نحطه على كل هدول في نفس الوقت. تمام. بس هون رح نحطهم بيدنا. مثلا عبحث انا عن. ورح هون بكتب. وهون رح اكتب. يو كي. يو كي. تمام. نعمل. شوفوا. ما لقى غير تنتين يو كي. تمام. فما لقى غير هدول تنتين يو كي. فعلا هو ما في غيرهم ذاتا تنتين يو كي. بس ما في غيرهم. فدور دور دور دور. ما لقى غير هدول تنتين. جوز يلاقي منتج. بهيك فيو حرف اليو كي. جوز يلاقي لا. جوز ما يلاقي. مثلا رح ابحث عن. اه احد المزودين. شكي عنا اسمه. اه لكويد. خلينا نكتب لكويد. ما بيهمنا نحنا. شو اسمه. شو دولته. المهم انه بدنا. واحد مزود. اه لكويد. فنحنا رح تنحط هاي بكل مكان. هو موقع البرمجة. مش تبطيها بالبرمجة. ما بيهمهم. مهم انه رح يلاقي بس اللي فيها لكويد. رح نخيره. عم نخيره نحنا. ما اخر شي لقى هاي. لكويد. دور بالكاونتري. ودور باللندون. بالسيتي. ودور بالادرس. ودور بالكونتاكت نيم. ما لقى لكويد. بس دور بالسابلاير نيم. لا. تمام. هيك بنعمل بحث. مثلا. اه. نحط دولة مثلا. نقول كندا. خطيت هون كمان كندا. شوف ولا بدي حط كل اماكن الا. التنتين الاخيرات. محمل قو. شوفوا. ما لقى شي مهم. جاب هاي لكندا. جاب واحدة كندا. بس نحنا ما نبحث عنها بالتمام. لا هي كندا. ما بحث عنها. جاب كل شي ليش. لانه فارغات. فارغات هدول. انا ما حطيته. هو بدي يحطهم دايما بلاصة. تمام. فاذا عملنا هيك. نعمل قو. من لاي انه جاب كل شي كندا. فارغات انا كتبت هون. كنترول في. كتبت حرف الا. بكل مكان فيه. نعمل قو. من لاي انه اجا كم تطر. جاب. من جار الاصطور كل. كلها. لانه فيهم كلهم او. بس ازا حطينا. حرف الا سي. جنب السي. ها كنتو شو. بده يجي. ما اجا غير تنتين. من شو. مو من الاستريليا. استريليا. ولا من الكندا. ولا من سيتي. ولا من البرنس ادوارد فاريت. روت. شاوزر. كانت القولات. من شو جاب هاي. نعم لكو هاي. مكنزي. اي سي فيهم. فجاب هاي. الثانية. اي سي التانية هاي. الثي. اي. هي سنزي. تمام. جاب كنتش فيه اي سي. مع انه واحدة باسم واحدة بمدينة. فجاب هون. هلما ساعلنا كمان نحنا الان. الزمام حصل عدة. اه بيانات. بنفس الوقت. مثلا. عدة اسطر. وبدي ايهم مثلا. هدول يكونوا من الدولة البريطانيا. كندا. وبدي من. اه فرنسا. ما بدي انه والله بزا ولا واحدة لها. بدي ثلاثة اربعة. فبنقول نحنا وير. سيتي او كونتري. لانه ما بدي سيتي. وير كونتري. إن. ومنحط هون بين قوسين. وفي قلبهم بناخد قائمة. بتاخد قائمة. يعني عدة نتائج. بحطوا مثلا. كندا. اه. يو اس اي. مثلا. دا يجيب كل شي كندا وكل شي يو اس اي. تمام. شغل كود. بلا انه جاب كل شي كندا وكل شي يو اس اي. بس هاي. طريق استخدام الان. احنا عنده سؤال حتى الان. ؟ لازم بنفسي بنقول نات اين. طبعا. مثلا. انلاين. نات. اين. جو. جاب كل شي إلا. كندا ويو اس اي. كتير كتير ديناميكي. يعني شوفي. انت مثلا بتكون مخاطرة على بالك. مثلا بتحطيها لهاي هون او بتشيديها بتشتغل ما خرب شي جيناميكية كتير البرمجة كان البرمجة جيناميكية فهلأ هاي بالنسبة لهذا القسم في حد عنده اي مشكلة تتعلق بشغلات هاي في داعي عيد شرح شو وفهو مستدر تمام نرو على الSQL ونجي نحنا منكتب هلأ select all from supplier ونبادة كي صار هون from suppliers ونحطه ان احنا الترتيب order by supplier name احنا نرتبه ب استخدام اسم المزود supplier يعني مزود نيجي منلاقي انه رتب لي ايهم من ال A B C E E F G H K O M N P R S C Z رتب هون على حسب الحروف مسلا قلت له يرتب لي هون على حسب supplier ID رتب هون ذاتا من المرتبات بالاصل من الواحد ايه دايما بيكون مرتبات بشكل موسيقي بس بدي رتبهم بالمقلوب مثلا شلون في عنا خاصية ال ask او desk اللي هي ascending او descending تمام فنحنا بدنا يهل لأ بالمقلوب من الاكبر للابازغط فمنحط desk descending نزول يعني نزولا ascending طلوعا 229 29 29 29 إذا حطينا ask ascending هي الافتراضية زالتا إذا ما حطيته شي مثل مثل ال ask هي الاساسية تمام هي بالنسبة للترتيب فيكو تحطوا اكتر من اكتر من نوع اكتر من عمود فيكو تحطوا عمود هذا يرتبو اه تحطوا عمود اخر ما بهم في اي عمود فيكن تطوها في حد عنده سئلة السه واضح لا واضح طيب الآن احنا متما بتعرفوا في عنا where في عنا select من تعرفوا هاي تبعيد نجيب اقل كمية مثلا راح نحط على المنتجات سيجيب لي ارخص منتج select minimum price from rather هنجيب السعر الارخص من الجداول ثلاث ارخص هو الرقم ثلاث شلو ما نحط جنبها نحن علمنا نحط هيك نحط هون نجمة نعمل هنجيب المعلومات كل اه اه لا هلجبنا نحن ارخص منتج في الجدول تمام ايه هلأ صار عنا القدرة على استخدام نجيب البيانات اقل وحده بالجدول معلومات اقل منتج في الجدول في عنا كمان نحن بدل من في عنا ماكس شو هو اغلى شي في الجدول سعر 264 وفي عنا select count بيعدل شو عدد السطور الموجودة في الجدول طبعا لا تنسوا تحطوا شيء فيها شاني يعد نعم بي عنا سبعة وسبعين سطر في الجدول تمام وفي عنا كمان ناخد النسبة فالطبي اسعار select average بين قوسين from product طبعا لا تنسوا تحطوا price مثلا منقول as average price هاي لشو يعني بتغير رأس العمود ترويس العمود نعمل ively go Bill عم espero 因為 average price 22 فصلة عمي اااااااااا3 ألاف و متين واحد و 버ث و عمency و 1000 فصلة لنفس يق like فصلة عمي 20 بين قوسين وراح نكتب شو راح يجمع لي اسعار المنتجات كلها تمعها. نعمل قوم نلاقي انه المنتجات اللي عنا كلها ازا جمعنا الاسعار بشكل كامل بيطلع حقهم الفين ومتين وسبعة وعشرين دولار ليرة ما بيهمهم انه هيك بيجوا تمام? يحضر عنده يسؤال والله حسن بيجا يلا بس شوية بس شوية جاية بس شوية اشتركوا في القناة جوهم بارد لايك شغلت ايه هلا نحن منكمل يحضر عنده اي سؤال بيستخدام بيخص الدوال بأي سؤال بيخص الدوال لا واضحة استعطا تمام طيب مثلا في عنا هذا المسال بيحكي عن طبعا عم باخد الامسيلة هاي بدينا نعد كل كم كم زبون عنا من كل دولة مثلا او من كل مدينة تمام هدول عنا الزبائن يعني حطنا select all رح نجي بنكتب هون فاصلة نحط جنبه اسم الدولة او اسم المدينة ما بيهم بتكون يارفين كوتفطوه بنكتب from customers وبنكتب نحن هون group by group by country تمام يعني نحن هلا كم زبون في كل دولة عنا تمام خلينا لا ننسى نحب هون عند ال count نحط نكتب هون number of post نعمل go او من اللي انو عنا بالارجنتين ثاتي استريا نمسا ثنين بلجيكا ثنين فرازيل تسعة كندا دينمارك فنلند فرانسا المانيا ايرلندا ايطاليا مكسيكو نرويج فولندا برتغال سبانيا سويد سويسرا وبريطانيا وامريكا وبنزويل جاب لنا هاي الجدول كده هتجاب كل الزبائن اللي فيها طبعا لان احنا ما عنا كتير انو الجدول الصغير ما كثير بيانات ولكن متل ما شايفين جاب لي عدد الزبائن وعدد بكل دولة الكود هده هو مرة ثانية يعني اللي منتبه هزي ما كله وعنده ايش عم بعيدة دول الشغلات هده الدرس يسفرجوا عليه بتفحصوا اذا حابين تتدربوا على السريع الدرس سريع هلأ منيجي لعند طبعا الجروب باي هلا خلاص يكو اصبعنا منكم تعملوا اكتر من الجروب باي واحد يعني ما دور يكون بس واحد يعني منكم كمان تعملوا order by count بس هاي طريقة اخرى يعني order by count كمان all day عددنا هنا لا طار يعد من الدولة الاكتر لا الاظهر تمام غالبا منستخدم قبل كون نحسن يعني ممكن يستخدم ما بدون من حط قبل كون هاي واحدة منها هاي group by ولا order by لا ما فينا لا group by هلا هون ما فينا كليش لانه group by نحن هم نستخدم لنعد عم نجمع نحن عم نجمع هدول اشخاص ونحطهم كل واحد بيدودهم يعني مسلا عنا نحن لك نجد ولا شوان شكل بالاصل هذا الشكل يعني دايما نستخدم group by ما را هقبل بكون في عنا count اي حط count طبعا شو في عنا شخص من فرنسا بانيا برازيل فرنسا مرة ثانية واحد فرنسا واحد مرة ثانية برازيل فهدول نحن جمعناهم كلياتهم بدنا العدد تابعون لهدول الأشخاص فهنا نحن عملنا هيك عدناهم تمام بعدين حطينا هاي العدد تابعها طبعا هاي بعدولية هلا جمعناهم كل واحد جنبه دولته وعدناهم تمام بعدين كتبنا group اجمعهم ب على حسب الدول ننتخلين نجمعنا على حسب الستيتي لنجور ستي نعمل count ما بيأسر ما بيجاعي الorder باي منعملها قلي رتبهم في عنا لندن ستي ماكسيكو وهي كيك هيك متل ما شايفين هاي على حسب المدن تمام طيب استاذ فينا نستخدم ماكسيكو او افيريش بدل لا مثلا مع اسعار منتجات منتج من النوع كذا منتج من النوع كذا يعني مسا عنا هون كاتيجوري اي دي مغضوط هذا واحد بينا نحط هون نحنا اي دي مغضوط بدل حط برودكت شو بينا نعدها كمان كان اي دي هلا حاليا هيك راح تنجزيب ما راح اقدر اكتب غير في الطريقة جنبها مننحط البرائت اه عفوان الكاتيجوري اي دي ونعمل لها عد من شغله هاي الكاتيجوري اي دي ثلاثة تبعه طبعا هلا عمللون عد عفوان انا بصوت ثم افتاب الثم الشغيل اي دي مغضوط شغلنا الكود هاي الأسعار وهاي المنتجات شو بي عنا كم كاتيجوري في عنا في عنا ثمان كاتيجوريات تمام وكل كاتيجوري من نون صنف مثلا ثلاثة سبع عوش هاي مثلا حابة انتي تشوفي شو هذو الكاتيجوريات مظبوط نجي منحط هون from شو كاتيجوري ومنربطهم شانطو بسيطة كتير بس ما تضيعوا قالكم انتو انو شوفوها صعبة وليس لا هاي ما مصعبة خلينا ننزل هاي لفلاحة كمان شان ما نضيع بدل كاتيجوري اي دي شو منحط منحط كاتيجوري نقطة كاتيجوري يعني ببساطة انتي بس عب تبدلي العمود اسم العمود ده كاتيجوري نيم هون استاذ هم استخدم جدولين يعني نعم هون هم استخدم جدولين همشان حطل لك اسم الصنف تابعهم وبنفس الوقت عبحط انا اسم ال ايش يسموه اه اسعار تمام مثلا from products categories group by category id اللي موجود هو ب product مو اللي موجود ب ال السيد والاخر لا بعدين نعمل نحن ابع قبل الorder نعمل هون عفوا قبل group by where تمام where categories نقطة category id يساوي product نقطة category id شغل code add-on تمام هاي أسعار جميع الشغلات عنا موجودة بكتنون أسعارهم بالكامل مجموع عنا مأكولات بحرية مثلا بقيمة 200 ساواربين بالكامل حب تشتريهم كلهم كل المنتجات الشغلات بحرية هيك مثلا بهاي الطريقة في نفس التعامل فين التعملية فيها اللي بدك يا يعني إلا في بعض الحدود يعني فيها لأنه هي بالأصل ما أنا مأسسة ما عاملينها يعني لستغل فيها كل شيء ولكن حلو استخدام بهاي لموزة أي سؤال شاهد عنده سؤال على الطريقة نعم مأسسة حسنا منكمل وما نحن أستغل ما رحنا على على select ولا رحنا على delete ولا على update ولا دول حلا بنجيهم إن شاء الله حسنا من المستخدم الكيس مفهومة اللي أخدنا مبارك نسألكم مفهومة الشيء الكيس مفهومة نروح على the databases نروح على the north wind بل بالnorth wind في عنا order details في عنا orders خلينا نروح على the order details ونشوف سوهي تفاصيل عملية الشراء مثلا عملية الشراء تفاصيل عملية الشراء هي تابعة العملية الشراء اللي اسمها order ID كذا والproduct ID اللي فيها هاد وعدد المنتجات تم شراءهم منها هذا 12 مثلا هدول نحنا فينا شو نسوي فيهم فينا نربطهم بجداول أخرى مضبوط حكينا عن الموضوع نحن نرجع نعمل عليه مثال بسيط في عنا كمان في عمليات البيع مثلا اللزبون كذا والشخص اللي باعه هو هيك اسمه هذا الشخص هذا الشخص متاريخ البيع وال الشركة الشحن طبعا النقل فمرو على النورت ويند او ندخل على ومرو على لأنه صراح انا عم ضيع بيناتهم نعمل select all from اول شي order فاصل customers فاصل employees موضفين فاصل shippers هدول رح جيب جميع العميدة اللي نشوف اذا كل شي صح تمام كله صح حاجة يعني كتير مو شوي نروع على الاسكيويل اللي ونكتب هلا اللي بدنا يجي هو اول شي رح نجيب الاسم الخاص بالبايع الشخص اللي اشترى المنتج اول شي تمام شو منسوي شو منسوي نكتب هون customers نقطة customer name تمام ونجيب كمان هلا نحن order date اللي هي من order نقطع order order date واصلة ودنا نجيب shipper id اللي هي من shipper ما رح نجيب ال id طبعا موجود هون ولكن ما رح نجيب ورح نجيب الاسم طبعا من جدول آخر shipper name مطبع نشغل code خلينا نشوف شو صار في عنا غلط ما نموجود employee name employee employee unknown column خلينا نتعك تشو كان اسمه بالemployees first name last name ايوه مو مشكلة employee name رح يكون first name شغل code من جربه تمام قدر first name و last name حتى الان غلط شوف كم سطر اجا اجا خمسمية وخمسة وثلاثين الف صفر ما عنا لهالدرجة نحن مصبوط فهدول متكررات سبب عدم الربط بيناتهم بسه سبب نربط بيناتهم نجيب نكتب هلا تحت لعند الربط نكتب اول شي من كل جدول فوق مع كل جدول من كل من كل عمود موجود عنا في الجدول لنربطه مع التابع له في الجدول الاخرى فما نبلش نحن where where orders نقطة نستخل هاي تمام orders نقطة customer id تساوي customers نقطة customer id نشغل code نشوف شو صار بلش تتقل البيانات شوفو صار ضل خمسة الاف وثمانية وثمانين ولكن اسا في مكرر هلا ضل نربط البعية نحط and order orders نقطة employee id employee id تساوي employees نقطة employee id بنشغل الكود بنشوف ديش صار عنا صار عنا خمسمية وثمانين وثمانين ضل ولكن اسا في عنا تكرار رو على الSQL ونحط and الثانية العيد نقطة على فوق الاند الثانية order نقطة shipper id تساوي shipper نقطة shipper id بس الربط والبيانات كلياتها هم هلا ما ضل عنا نحن شيء مكرم اجعل تمام 161 وواحد النبلة تمام هاي هلا مساء عنا نحن نجد والاخر اذا بتذكر وجد آآ فينا نجيب كمان بيانات العمليات الشراء ولكن هدا بما انه جدول آخر فما فينا ندمجه مع هاد والسبب متل ما بتعرفو على ما توقع فينا ندمجه بالصراحة هنا عم فينا ندمجه بما توقع ما فينا ندمجه سواء نروع على النور نروع على الوردر زي اتأكد ما رزقني في عنا اردر اي دي في عنا اردر اي دي اي دي اي نعم باندمج ففينا نحط هون نحن الوردر دي نقصة طبعا خلينا نضيفه تحت للجدول نضيف جدول البرودكت فانو بنجيب من البرودكت بننضيف كمان جدول الوردر دي تمام الوردر دي رح يجي منها شو العدد عاليا نعملنا نتخل الكون بنشغل وبني شوف اذا اصار في عنا مشكلة لا في عنا فاصل نغطى تمام بنشغل صار عنا هلأ سبع ملايين سطر كتير مش شوي صراحة لايك طول شوي علا حسيته هلأ بنحط مرة تانية لا بنظبطها بنحط هون بمو عنا هون موصول بال اي دي اذا نحن شو فينا نسوي فينا نجيب اسم المنتج اللي تم شراؤه مصبوط وعدده مكتوب جنبه زاته فمنكتب product نقطة product name فاط نشغل code وطول شوي دي ايش سبع ملايين سطر نفس النوع نضف نجد جديد عاف سجد product نقطة product name هلا نبلش نربط للبعيات نكتب and order details نقطة وشي ملحط order نقطة order اي دي تساوي order details نقطة order اي دي نشغل code صار عنا ستعة تلاتين الف سطر بلش يقل نرجع مرور لهون نكتب and order details هالمرة تساوي عفوا النقطة product id تساوي product نقطة product id نشغل code وهلأ بصير عنا 518 سطر وهدول هنلين صحيحات خلينا نعمل show all ما فينا خطينا تسمية سطر كل ما شايفين كل ناسا فين يطبعون لهدول هنلأ نعمل print او create view display chart export print view مثلا هاي المنتجات بالكامل هاي مون المنتجات هاي عمليات الشراء وتفاصيلها بس نعمل سنشوفه الزبون code delica البائع تبعه الشخص اللي باعها هو اندرو تاريخ عملية البيع شراء هو 1912 الاش كزا اسم شركة النقل هي speedy express speedy express اسم المنتج لويزيانا fairy hot pepper sauce sauce حد عدد الكمية اللي مشتريتها هي عشرين كطع بس فينا نجيب سعر هذا المنتج هذا نجيب سعره شلون بس منضيفه هون product نقطة price كل شوية منعدل عليها منضيف شيء جديد سعره جنبه هاي price مثلا فينا نحط نحنا كمان هون نزائد ثواني تجربها زي شغالة جاب عشرة العمول ما جاب عشرة طيب موج تمام في حد عنده اي سؤال وعشتان عن كون اثيرين شوفوا كم سطر صار هذا بس شغلناه شوفوا ديش فيه هذا هذا 16 سطر يعتبر يعني 4.5 قليل يعني ما كيف ساب شعشي واتميجي حدا وبيعملوا هميك فيوصولهم في بعض نوما في داعي نوصلوا في بعض خلص راح بيحطهم شترالي هونيك فاها راح تقول ما كيف هل هذا ناخده جو في الله ما كيف في حدا عندي سؤال في عمكم أسئلة واضح استاذ واضح تم واضح استاذ عبات لكم هدا الكود ازا بتحبه ازا بتكون ايابعته اه ازا بتدربوا عليه شو هدا عملي سواء سواء راح تقول واضح تقول طرعا تمام تمام هيك هلا نحنا منبلش على السريع بآخر امور اللي ضلت هي التحديث والاضافة والحزم شغلتهم بسيطة استير يهيك اخر شي ننضيف ننحذف من المنتج الاول مسلا نعمل بس delete from product where طبعا لا تكتبوا بس هيك delete from product نديروا بالكم شو ما يحذف كل شي فتحطوا الشرط اجباري where product product ID يساوي واحد بس نكرر على هاي عزقنا هاي المنتجات كلام تشغيل اها key constraint fails وبيع هذا الشيء لأنه هاي order details مريع هذا الشيء مريع لحي جدول اخر انسجرام انسجرام مريع هذا الشيء اهن اللي خطر انسجرام موافون delete from post where post id يساوي 1 طبعا ما أنا موجود الواحد أعدل على المساوي 4 3 5 6 7 نشغل اكواد حزف لنا حزف لنا الأمور الآن بالنسبة للحزف هاي delete from كذا كذا حطو شر بس تحطوه يعني هيك بهاي الطريقة ما تحطو شي لأنه بيحزف كل شي هاي الطريقة بيحزف كل شي delete from يعني أمر بشرط صح؟ يحطوه بشرط يفضل بشرط ليش؟ لأنه شوفه حزفت كل شي بهي الطريقة أنا تمام؟ آه post owner راح نحط هنا شي post insert تمام طبعا شوفه وقت المتفضل وتعمل وحزف ما بيرجع بيأخذ الـ IDات اللي راح خال إلا إذا عملتوا truncate بالنسبة لل truncate في عنا drop table مضبوط وفي عنا truncate table post تحزف كل شي بالجدل بتنفضروا للجدل تمام؟ truncate نعمل go أوكي نجي لهون بنلاقي الفضغط وهلا زجعت وضفت واحد جديد شوفه شو بيأخذ بيأخذ مرة ثانية من البداية post ID واحد سبب هو إنه عملته تطفير عملته reset للجدول مع البيانات اللي فيه مع عدد ال آآ الـ IDات الموجودة فيها كلها العداد كله راح تمام؟ هاي بالنسبة كان لل delete بالنسبة للupdate update set update table شو هي table post بعدين set العميدة الموجودة عندنا مسلا نعدل على post content post content تساوي هلا هون نكتب القيمة الجديدة تبعيد المنشور مسلا hello world لا تعملوا تشغلوا هيك بدون شرط عشان ما يعدل على كل شي تعملوا where post ID يساوي واحد نختار بسا هاد نعمل go نعمل تصفح الله انه عدله لهذا كمان نفس الشيفين كنت تعملو تحديث لعدة عميدة مو بسا عمود واحد تحطوا فاصلة وتحطوا مثلا post owner مين هو نحطوا اتنين هلا تساوي اتنين بدل واحد نعمل go صار هلا اتنين هم هاي بالنسبة لها update بالنسبة للinsert سهلة كتير كمان insert into نحط اسم الجدول post post owner post content values نحطهم بالpost owner طبعا هاي ما رح تكون اي post owner رح يكون واحد والpost content hello this is hello this is post number two بس لاي طريقة صار عنا نحن واحد ثاني طب خلينا نكرره اكتر مرة اي صار عنا الف الف ين بتقوم نعم مرة ثانية عشر الف عشر جو هلا بيفصلوا معا بيشتغل 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 بيطول شوي تمام مشي حالو نجي لعند الكود اللا نروع على البروز بيلاقي عنا عشرين الف سطر تمام شوفوا اي دي خمسة الاف الاي دي عشرة الاف راح لعندهم كلها تمام شو نمبر فروز والله عشرين الف سطر كلها ما عش نحرق للجهاز شوي ده لطفة اعتمام في حدا عندي سؤال ماسي موم اكسكيوشن تايم اف تايم اكسي ده اعتمى اه تخطي اه المهل المعطالة تشغيل الكود ثلاثين ثانية ما راح يقدر يعني تير تقيل على الجهاز تير تقيل على المصفح نحزف اي كلاته او نطلع من التبويب كلها وعلق تمام فيست عنكن اي سؤال في حدا عندي سؤال يلا لك اللي نعمل نحن على السريع جدول جديد راح نسميه للجدول المستخدمون نعمل create او لا بنعمل قاعد بيانات جديدة create database متاس مثلا platform او لا مثلا social media بس ننشئ قاعد بيانات من social media نمرون عند قاعد بيانات اللاقية موجودة حوان ندخل عليهم نحط sql نعمل create table users بين قوسين user id راح يكون integer primary key راح يكون auto increment راح نحط تحتون username راح يكون بارتشار بين قوسين مية راح تكون ال password بارتشار 32 راح يكون bio بارتشار ميتان راح يكون deactivated active او activated activated بتعرف بي عالم تعمل تنشيط او والله تنشيط للمحط راح يكون integer وبارتش هيك يعني اشنا عنا صار موجود عملنا الكوت شغلنا رؤية structure من users هدا هو الجدول فهي destructor تبيض نعدل على أحد العمي ده نعمل users sql alter table bio alter table of one users modify bio بحيصير بحيصير varchar 250 بدل 200 او 300 بدل 200 بس نعمل go bar 300 بحيصير نحذف البيو او ال activated alter table users drop drop bio نعم هيك تحطوا drop bio او drop column bio ما بيأس تمام حذفنا نرجع منضيفه عال سريع alter table انا بعملكون اختبارات عليها هاي users add bio varchar 200 بس منلعي موجود ضل 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 نحذف الجدول drop table user نعم ثالث راحت جدول ضل عنا drop database social media تمام هلا هون مكتوب انه disabled انه مطفية الكود استخدام كود drop database تمام مطفية مشال الامان يعني مطفية ولكن من هون من العملية ذاتا فيكن تعملوها من جوة القاعة البيانات على العمليات ومن هون تقدروا تعملوها لهاي لانه في شي اسمه اسمه token مثل تشفير استخدمه قاعة البيانات لن تسمع لحده يحزف ولا قاعة البيانات شان ما يصير فيها الكارت فما سمحونا نحن بمشان الموضوع تمام هيك خالصي هاي كان كل شي مهم بالنسبة ل قواعد البيانات كي حدا عنده اي سؤال طيب انتحاننا رح يكون ان شاء الله يوم مستبطة القادم رح بعت ملف كالعادة وتحلوه بتبعته للأجوبة عالخاص وبعد لا غير تمام يلا تمنى لكم كل توفي ننتقل ان شاء الله في السبوع القادم في الدروس القادم ان شاء الله والسلام عليكم وعليكم السلام يعطيك العافية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة